خبر أيضاً لكن للأسف أحزننا في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم وفات الكابتن إبراهيم الجويني كابتن إبراهيم الجويني أحد القيادات الرياضية مش عقول في الأسكندرية فقط لكن في مصر جميعها كابتن إبراهيم الجويني أحد القيادات الرياضية اللي كان رئيس نادي الأولمبي وكان دور مهم جداً في منطقة الأسكندرية وفي اتحاد قرة القدم يعني البقال الله كابتن إبراهيم الجويني ورئيس وأعضاء ومجلس إدارة النادي الأهلي والمدير التنفيذي والقطاعات الرياضية يتقدمون بخالص التعازي للنادي الأولمبي وأعضاءه وجماهيره في وفاة المخفور له بإذن الله تعالى الكابتن إبراهيم الجويني رئيس نادي الأولمبي الأسبق تغمض الله الفقيد بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون كابتن أول عميد إبراهيم الجويني ولد بمحافظة الأسكندرية حيث نعمل موليد 18 يناير عام 28 حصل على شهادة البكاليريوس في العلوم المالية والتجارية من جامعة فاروق الأول دور يونيو عام 1950 شغل منصب أمين صندوق منطقة الأسكندرية للسباحة ووكيل منطقة الأسكندرية لرفع الأسقال ورئيس منطقة الأسكندرية للعب القوة وأمين صندوق منطقة الأسكندرية لقرة القدم ثم رئيسا للمنطقة لقرة القدم حصل على أعلى وسام رياضي عالمي وهو وسام الاستحقاق الزهبي المئوي للاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا حاز على هذا الوسام المئوي أثناء تنظيم مصر لكأس العالم للشباب عام 97 قاضى إبراهيم الجويني ناجر لونبيك رئيسا لمدة خمس دورات ما بين الانتخاب والتعيين وكان من أفضل المعلقين في الوسط الرياضي دايما كانت مباراة القمة مباراة الأهل والزمالك بصوت إبراهيم الجويني كان لها عامل السحر الناس كانت بتستمتع مباراة القمة الأهل والزمالك عندما كان الكابتن إبراهيم الجويني يعلق على هذه المباراة